السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا أنا زوجي متوفي من سنة ونص الله يرحمه ويجعله إن شاء الله في مستقر الرحمتي وأنا تعبانة نفسيا جدا ومش أدر أستوعب الأمر قول لي أعمل إيه وادعيلي يا شيخنا وشكرا أنا عندي ثلاث حاجات أول حاجة لازم نعد المفهوم الموت عندك زوج حضرتك مراحش للعدم زوج حضرتك راح لحياة أخرى على الحياة الأخرى في علاقة بيننا وبينها آه إيه العلاقة مش ملاحظين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ملوه إلا من ثلاث نقف بس عن إيه انقطع ملوه إلا من ثلاث يعني فيه جسر بيننا وبين أحبابنا اللي ماتوا والدليل على ذلك لما بتمر على المقابر بتسلم على أحبابنا اللي ماتوا إذن هم مش ميتين يعني خلاص أصبحوا عدم ولذلك لما جم لحضرت النبي لما وقف على قريب بدر فقال لهم قال للمشيكين إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلموا الناسا وقد أرموا يعني ماتوا وخلاص تحولوا إلى ايه تحولوا إلى رمم وماتوا خلاص امحوا حضرت النبي قال لهم إنهم أسمعوا لكلامي منكم يبقى ايه يبقى هم بيسمعونا يبقى هم عايشين في حياة وإحنا بنحسن ظننا في الله بأنهم عايشين عايش المنعمين لأنهم أقبلوا على الله موحدين وأقبلوا على الله بالعمل الصالح وتبقى المشكلة بقى لو إن كنت جاية زعلانة وكل الأهر ده على واحد كان من الطائعين آه ده يبقى للأسف دي ممكن يسميه أنا نيه ليه؟ واحد ذهب إلى مولاه ليسعد مش قادرة تصور ده أو ده أحد الآثار السلبية لتكريس والإصرار للناس إن القبور مفهاش إلا عذاب وده الكلام اللي بيقوله المتطرفين والمتشددون لا يا سيدي المسلم سيكون إن شاء الله في مستقر رحمة ربنا والمسيين لما كانوا يقولوا المرحوم فنان ده كانوا بيعلنوا إعلانا واضحا أنهم يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى إن لما يجيلوا مسلم إيه لا يحاصل هيستقبلوا هيستقبلوا بإيه؟ بالنعيم فيبسط له من بسط الجنة ويوسع قبره وينير قبله بما كان يطلوه من القرآن وما يعمله من أعمال الصالحة ويؤانسه بالعمل الصالح كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده أول حاجة تغيري مفهوم الموت عندك الحاجة التانية أرسلي له الهدايا العمل الصالح كل عمل صالح بتعمليه خليك بعد ما تخلص العمل الصالح عملي إيه؟ قولي اللهم هب مثل ثوابي عمل الصالح لزوجي فيوصله الأمر الثاني والمهم غيري برنامج حياتك وخلي برنامج حياتك متصل بالقيم اللي أنت كنت بتمرسيها مع زوجك يعني إيه؟ أنت والله كنتوا بتحبوا أعملي حاجة فيها محبة كنتوا من أهل الخير أعملي حاجة فيها خير غيري برنامج حياتك الحاجة التلاتة دولة يخلوا حياتك أفضل وإن شاء الله يزول اللي عندك ده خليكي مشي بإن أنت ترسل الهدايا لزوجك تاني حاجة خليكي دايما عرفة إن الموت ده مش عدم الموت دي حياة والحياة دي مفتوحة بيننا وبينهم الحاجة التالتة خليكي على الدوام بتغيري في حياتك وتضيفي إليها قيمة إضافية لإن حياتك تسيري فيها مع الله